نظم قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين محاضرة في الذكرى السنوية السابعة لمبادرة هيئة علماء المسلمين مشروع العراق الجامع في الخامس عشر من الشهر الثامن من عام 2015 للميلاد أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق مبادرة مشروع العراق الجامع الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤى والأهداف المناهضة للعملية السياسية وقدم الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين لمحات عن مبادرة مشروع العراق الجامع وما يتعلق بهذه المبادرة من ثوابت العمل الوطني كان إعلان هذه المبادرة بعد تحضيرات على مدى أشهر أول إعلان عن هذه المبادرة أو عن فكرة المبادرة كان في شهر حزيران من عام 2015 يعني كان في ذكرى ثورة العشرين أو قريبة من ذكرى ثورة العشرين كان هناك تنويه بأن هيئة علماء المسلمين تدرس طرح مبادرة ومشروع للعمل الوطني المناهض للاحتلال ثم جرت بعد ذلك مشاورات مع عدد من القوى المناهضة للاحتلال والشخصيات الوطنية المستقلة فضلا عن شخصيات غير عراقية شخصيات عربية وغير عربية ممن معنية بموضوع التصدي للاحتلال في العراق والعمل مع القوى المناهضة للاحتلال والتي عملنا معها في مشاريع ومبادرات ومؤتمرات سابقة وأشارت المبادرة إلى أنه من دواعي إنشاء مشروع العراق الجامع هو انتشال العراق من حالة الإحباط وإنقاذ أهله وأن النظام السياسي الحالي لا يمثل العراقيين جميعا والفشل المطبق للعملية السياسية الطائفية يعني على الرغم من مرور سبع سنوات على انطلاق هذا المشروع الوطني إلا أنه ما زال هو الخيمة وربما يكون هو المخرج لينقاذ العراق من العملية الاحتلالية والطائفية التي تعرض لها العراق استعرض بشكل مختصر الدكتور مثن الضاري حول آلية ووضع هذا المثاق هو كما قلت هو خيمة كبيرة لكل المناظلين وكل الحريصين على مستقبل العراق لأنه مشروع إنقاذي ينقذ العراق من الاحتلالين الأمريكي والإيراني يشار إلى أن مبادرة مشروع العراق الجامع انطلقت في الخامس عشر من آب من عام 2015 استجابة للمناشدات الكثيرة وبداية مرحلة جديدة وبلورة صيغ عمل مشترك مع جميع القوى المناهضة للاحتلال واستلهام روح المقاومة للتحرير والخلاص إنسى اشتركوا في القناة